اتفاقية مثيرة للجتل بين تركيا وليبيا تضمنت تعاوناً أمنياً وترسيماً للحدود البحرية خلال لقاء جمع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ورئيسة تركية رجب طيب أردوغان في إسطنبول اتفاقية اعتبرها خبراء انتهازية من قبل تركيا السراج يريد الآن أن يقدم أي شيء للشباب الذين يدفعهم نحو الجبهات ونحو الموت ليقنعهم بأن النصر قادم وبأن تمت أسلحة نوعية ستأتي من تركيا وأن تمت قوات تركية احتمال أن تأتي لكي تدافع عنهم وأن النصر اقترب يعني هو يريد أن يكسب بها كسباً معنوياً فقط لأكثر ولا قل بالنسبة لأردوغان هو أعطاهم هذه الاتفاقية وهي يعرف أنها لا قيمة لها لأنها ستفتح له باب توقيع الاتفاق البحري الذي يهمه جداً وهكذا كانت العملية برمتها هي عملية انتهازية تركيا فعلاً تورطت تركيا لديها حق طبعاً في الأراضي المتنازع عليها مع اليونان لأن هذا إقليم تركي يوناني قبرصي أقصد قبرص اليونانية اليونانيين رفضوا التوقيع مع الأتراك يريدون ربما ابتزازهم إلى أن يجعلهم يقبلوا بأقل قدر منكم من حصتهم مصر أيضاً لأسباب سياسية لا تريد أن توقع مع تركيا شيء وبالتالي الرجل وجد نفسه أمامه ثروة ضخمة في مياهه الإقليمية وهو غير قادر على الوصول إليها لأنه ليس لديه اتفاقية ترسيم إذن لماذا لا نعود إلى الفكرة القديمة التي تقول بأن ليبيا شريك في هذه المنطقة وأن تم تخط مستقيم يمر كما قلت من السواحل الليبي إلى السواحل القبرصية مباشرة دون أن يمر بالمنطقة الاقتصادية الكريتية ومن خلال هذا الاتفاق نستطيع فعلاً أن نبدأ في التنقيب اتفاقية أمنية استنكرتها حركة الشعب التونسية واعتبرتها احتلالاً لليبيا واعتداءاً على شعبها من خلال بيان أصدرته الحركة واستغربت فيه سكوت الجهة الرسمية التونسية حكومة ورئاسة عن هذا الاتفاق وما يمثله من خطر مباشر على تونس اعتبرنا أن هذه الاتفاقية أمضتها حكومة غير شرعية ثانياً هي اعتداء على دول الجوار وتونس متضررة بشكل مباشر واعتبرنا أن هذه وصاية جديدة واحتلال أخطر من الاحتلال العثماني للمنطقة لأن الاحتلال العثماني كان تحت فطة الخلافة والولاية الآن هذا الاحتلال هو دعم جماعات إسلام سياسي وأخوان مسلمين وأرهاب في النهاية ودواعش ليهددوا أمن المنطقة تونس نجم تكون مهددة من الجماعات لباش توطنها تركيا في ليبيا نعتبر أن هذا اعتداء مش على ليبيا ومش على شعب ليبيا وحدها ولكن اعتداء حتى على دول الجوار ونعتبر أن سقوط الدولة التونسية والجهات الرسمية التونسية مريب ونخشى أن يتحول هذا السقوط إلى موقف دعم لهذا وقتها أعتقد أنه أحنا لن نسكت وكل القوى الوطنية في البلاد لن تسكت على هذه الاتفاقية وهذا الخطر ليهدد أمن تونس واستنكر محللون عدم اتخاذ موقف رسمي من قبل أجهزة الدولة التونسية يتعلق بهذه الاتفاقية معتبرين أن تدخل تركيا في الحدود الجنوبية التونسية قد لا يقلق حركة النهضة الإسلامية التي تتصدر المشهد السياسي في تونس والقريبة من أردوغان لابد من التأكيد على أن السلطة اليوم في تونس في أغلبها الأعام لطيرات سياسية أو بالأحرى لحركة النهضة القريبة جدا من أردوغان والتي تعتبره مرجعها الأعلى في العالم الإسلامي وتعود إليه بالنظر في كثير من الأشياء وبالتالي وجوده على حدودنا الجنوبية في ليبيا قد لا يقلقها ولا يزعجها لكن الاستغراب يأتي من الدولة وأجهزتها الرسمية أي وزارة الخارجية رئاسة الجمهورية لقية الجيش والقوات المسلحة هذه كلها كان المفروض أن تنبهها إلى هذه الخطوة لأنها لا تخدم تونس وليست في صالح تونس علينا أن نعي جيدا أن الجانب الأمني من اتفاقية أنقرة بين أردوغان والسراج يقوم على حماية شبه مؤكدة تقريبا من الجيش التركي أو من الدولة التركية لحكومة السراج التي يعتبرها حكومة الشرعية هذه الحماية كيف ستكون؟ علينا أن نعي جيدا أن السراج يتحكم في المنطقة الغربية من ترابلس إلى رسجدير إلى حدودنا أي 160 كم وإذا وقعت تطورات عسكرية فالجيش التركي ملزم وفق هذه الاتفاقية بحماية السراج أي بالنزول على الأراضي الليبية أي بالنزول في هذه المسافة التي تفصل بين الحدود التونسية وترابلس اتفاقية يعتبرها مراقبون تنظر بأزمة سياسية بين أطراف عدة وتثير قلقا دوليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر